بسم الله الرحمن الرحيم معكم محمد حمداش محرق ضائم درجة ثانية موظف بالمحكمة الابتدائية بالقناة الطائرة احنا تنى نعيش هاد نهر هدف وحد العرس سنعتبر انا عرس احتفالي بالتبرع بالدم في الحق انا جيد فرحان لانني انا تنعطي الدم وديما والتي عندي سنة سنوية دائما تنعطي الدم كل سنة تنعطي الدم وتلبي الرغبة ديال النقابة ديالي النقابة ديال الجامعة الوطنية لقطاع العذل فيما يديروا هاد المبادرة هادية الطيبة والحسنة تلتحق مباشرة وتنجيبه سرعة تلبي النداء وتنجيس ندير الواجب ديالي انا اعتبره هادا واجب وما تعتبرش مستحب هادا واجب كل مغريبي خاصة يتبرع بالدم اللي انقاط الضحايا حتى يوقعوا حواديث الساير يوقعوا بزاف ديال الامور ما احنا تحتاج اي واحد يحتاج نقطة الدم وفي الحق اراه شعان قول لك انا راجد فرحان وتتعجبني هذه المبادرة هادين سميتون دياله كل سنة وراني تنشكر كل من ساهمة في انجاح هذا العرس وخصوصا تنبتدأ بالوكيل العام والرئيس الاول والرئيس ديال المحكامة ابتدائية وكذلك ووكيل المالك ديال الابتدائية وجميع الموظفين والموظفات وما ننسوش التقام الطبي كذلك تنشكره وما ننساش بالخصوص ما ننساش السلطة الرابعة وهي الصحافة اللي تتصهر كذلك على النقل البت المباشر تنشكر الصحافة كذلك على هاد المبادرة هما اللي تنقلوا الحادث يعني بعيد المكان ونحن نتواجهد الام بمحكمة الاستناف وتنؤديه الواجب وشكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم على هاد المبادرة ياسيل الغزاوي رئيس المكتب الجيويلي ودادية موظفقة على العدل بخونطيرا تأتي هذه الحملاء استجابة لحملات سابقة اللي تبرى بالدم وكذلك على حملات طبيعة أخرى هذه الحملاء اللي تندموها اليوم بمحكمة السيناء بخونطيرا وتسمتها على مدى يومين غدا بخصم قضاء السابق بخونطيرا هاد الحملاء اللي فيها مزموعة دية تخصصات من بيني التبرى بالدم شكرا حميد الغيام عوض المكتب الجيهوي ودادية موظفقة على العدل يأتي هذا اليوم في إطار أنشطات المكتب الجيهوي لدادية موظفقة على العدل الأنشطة الصحية والاجتماعية لفائدة موظفقة على محاكم القونطيرا القونطيرا يشمل حملات طبية تهم بجموعة متخصوصات من طب عام وكشفات السكرية والليكوغافي والماموغافي أيضا الشقة الثانية للحملة هو حملات التبرع بالدم يشرف عليها طاقم تقني المركز الجيهوي للتحاكم بالدم القونطيرا خاصة على اعتبار الندرة هذه المادة التي ندرة على المستوى الوطني ومستوى الجيهوي فكانوا واحدة الهبة قوية الموظفة في قطاع العدل للتبرع بالدماء لهم لصالح الوطن تحية لكم